تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وتحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمداء الخليفة وصلت صباح اليوم المساعدات الإنسانية الإغاثية البحرينية إلى مطار العريش بجمهورية مصر العربية المساعدات الإنسانية الإغاثية البحرينية تم تسليمها إلى الهلال الأحمر المصري استعدادا لدخولها إلى قطاع غزة ولتسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني والذي سيقوم بدوره بتوزيعها على الأشقاء في غزة وبهذه المناسبة أشاد الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالتوجيهات السامية لملك البلاد المعظم في إرسال شحنة المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة إلى الأشقاء في غزة وما حظيت به المؤسسة من دعم من قبل الحكومة بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مشيدا بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد للعمل الإنساني الذي تقوم به المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية مؤكدا بأن هذه الشحنة الأولى تحتوي على أربعين طن من المواد الطبية والغذائية والإغاثية للمساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية والضرورية للشعب الفلسطيني الشقيق لمساعدتهم في الظروف الراهنة مشيرا إلى أن لجنة البحرينية الوطنية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة ستقوم بالعديد من المبادرات والجهود من أجل دعم ومساندة الأشقاء وذلك انطلاقا من العلاقات الأخوية التي تربط بين مملكة البحرين ودولة فلسطين الشقيقة من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصرية الدكتور رامي جميل الناظر عن شكره وتقديره إلى مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا على هذا الموقف الإنساني النبيل مجيدا بتوجيهات جلالة الملك المعظم بتقديم العون والمساعدة إلى الشعب الفلسطيني في غزة